السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من شرح أمراض الأطفال واليوم راح تكلم عن المرض الخامس هو اسم المرض الخامس متعدادنا المرض الخامس نحن تقريبا وصلنا ساعة تسعة أمراض باقي مرض واحد وإن شاء الله نكمل لأطفال المرض الخامس يسمى والاسم اسم ايضا يسمى الرثيما انفكشوزن وإلى ألقاب أخرى يسمون الخد المصفوع أو الخد الملطوم يعني هسا راح نعرف ليش يسمونه بهذا الاسم خلي شوي خليكم حالة التشويق وبالن أجلكم ليسمونه بالخد الملطوم نسالف عن المرض يسبب فيروس الفيروس يسمى بي نين تي يعني بي تسعة عشر الفيروس يكون عاديا اي فيروس طرق العدوى ادركة اتروبلت انفكشن يعني عن طريق الهواء وعن طريق الأدوات الملوثة والأهم شيء النوتران سبلسنتان يعني مني عرف النوتران سبلسنتان يعني فيخلي ببعن أن الأم إذا هي حامل فخطرة أنه تنصاب بهذا المرض لأن احتمال الفيروس ينتقل للجنين يعني أن هذا المرض يحب الأطفال من عمر خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة هذه هي الأعمال المفضلة لهذا المرض انيكوبيشن بيرود من خمسة إلى خمسة عشر يوم فترة حضانة المرض أعراض المرض طبعا المرض جدا بسيط من ناحية الشرح وبسيط من ناحية العلاج وما يخوف جدا خفيف في هذه المرحلة المرض يكون عنده هيدك كوروزيا درجة حرارة بسيطة من يوم إلى ثلاث أيام فارنجايتس فارنجايتس طبعا مو بالغالب يطلع هذي الأعراض مرات يكون عنده كأنه عنده فلاونزة خفيفة وطهر الطفل مثل فلاونزة الخفيفة ومراته فارنجايتس فارنجايتس or joint vein. بعد الشيء المميز جدا هو المايكوبابول الراش. وراح يطلع عنده بالوجه شوفوا. sudden appearance of erythema in face. اريثيما تطلع بالفيس في يسمونها slubbed cheeks. كان مواحد صفعة على خد. صفعة في الخد الايمن وصفعة في الخد الايسر في يسمونه الخد الملطوم او المصفوع العفوان. راش start on the trunk. يبدأ الراش بالترونك والأكسترمين. وراش يكون بيروتكس يعني هذا الطفح يسبب حكي للطفل. fade with central. يبدأ ثلاشة من central. اول ما يبدأ يختفي من السنترل بالوسط. والراش مي بلسته من يوم الى 39 يوم. ممكن يعني يظل من يوم الى 39 يوم. ويختفي بدون ما يترك آثار. يعني اعراض المرض يعني اعراض جدا خفيفة يعني كان مع طفل أبي مثل اعراض في العوزة خفيفة. ألم بالبطن. ألم بالمفاصل. فارنجايتس. هذا. وبعد يطلع عنده الشيطة المميزة اللي هي الخد الملطوم. اللي يشوفونه كما هي ظهر في الصورة. وبعد يظهر بالترونك ويختفي. عراضة جدا بسيطة المرض. الانتي بادي مالفيروس بي 19 اي جي ام. كبلك كيشن مات الفيروس. كبلك كيشن ارترايتس ممكن يصير عن دي افور من يوم الى اربع سابيع. رزول فوذوت ردوز. يعني اللي سر عنده اتهاب مفاصل. يستمر من اسبوع الى اربع سابيع ويختفي. يعني يروح هذا يعني مدائمي. ايضا عندنا الروثبلوستبيني كرايسيس. ان كرونيك يمالويت اكانيمي. هاي النقطة خلوها ببالكم. هسا راح اتكلم عنيها شوية مفاصلين جدا مهمة. وهي هما اتكلم عليها. هاي النقطتين هسا راح اتكلم عنها بصورة اوضح. عندنا ابلاستيك كرايسيس. اذا الطفل عنده كرونيك يمالويت اكانيمي وينصاب بهذا المرض. فشوية الطفل شغلته خطرة ليش. لان هذا المرض يسوي 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 مصاب بهوموريويتك انيمي. راح يصير عندها ريتوكلوسايتوبينية. وهي جدا مشكلة ارادلها مراقبة. بس انه ما تخوف من سبع عشر يعني يعني من المرض يطيب يتروح هذه الحالة. راستان. فابلاستيك كرايسيس ممكن يصاب بها الطفل اذا عنده هوموريويتك انيمي. باللي بيغرانسي قلنا هو ترانستبلسنتل. في انتقل للجنين. احتمال كبير انتقل للجنين للفيروس. فدوريويتك بيغرانسي كايسيس. راح يسبب هيدروبس فيتالس. فيتالتيث. ممكن الجنين يموت. ممكن يصير اجهاد. والاجهاد طبعا هاي ريسك ديورينج سيكندوري ترايمستر. يعني الاجهاد جدا عالي يكون في سيكند ترايمستر. المسكرج كلش عالي. فهذه النقطتين مميزة في الطفل عنده هوموريويتك انيمي. وبالمرأة الحامل اراد لها انتباه لهذا الفيروس. تريتمنت. فور كيسي سبتماتي. يعني عاجز دعراض. للحكة ننطي انتهيستامين دراسة للطفل. فيفر ننطي براسيتامول وهكذا. اي في امينوغلوبيلين. فور ذا امينو ديفيشنسي. اندو كرونيك هوموريويتك انيمي. ننطي اي في امينوغلوبيلين بحالتين. بحالة ان الطفل عنده امينو ديفيشنسي. مناع عنده مشكلة مناعة تقليلة. وبحالة كرونيويتك انيمي. ليش قلنا لان يصبح عنده بلاستيك كرايسس. هذا المرض يعني جدا بسيط ومعرار لشي. وان شاء الله فهمتو بطريقة مبسطة. كان معكم ولدنبي شكرا للمتابعة.